منتخب اليمن للناشئين أقل من 17 سنة يسافر ويغادر إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب أسيا النسخة رقم 11 للناشئين 2024 السلام عليكم ورحمة الله أنا أخوكم كريم الهندوي من مصر ودي قناتي على اليوتيوب أتمنى دايما تعملين لايك للفيديو يسعدني جدا لو عملت اشتراك في القناة عشان تتابع معنا كل الأخبار الجديدة أولا بأول فيما يخص كل الأحداث الرياضية خاصة في الفترة اللي جاية بإذن الله بطولة تصفيات كأس أسيا للشباب وتصفيات كأس أسيا للناشئين وأيضا بطولة غرب أسيا للناشئين في الأردن 2024 بالنسبة لمنتخب اليمن للناشئين خلاص اليوم أجرى السلساء الحصة التدريبية الأخيرة في معسكر مدينة المكلة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب أسيا النسخة رقم 11 اللي هتقام في الأردن في الفترة من 2 وحتى 11 شهر 9 2024 من 2 ل11 سبتمبر 2024 اليمن بيشارك في إطار المجموعة الثانية لو أذكرك بالمجموعات المجموعة الأولى متواجد فيها الأردن والعراق ولبنان والمجموعة الثانية متواجد فيها اليمن والسعودية وعومان والمجموعة الثالثة متواجد فيها السوريا وفلسطين والبحرين بيشارك في بطولة غرب أسيا القادمة 9 منتخبات تم توزعهم على 3 مجموعات كل مجموعة فيها 3 منتخبات وكل منتخب هيلعب مبارتين نظام التأهل بعد ما كل منتخب يلعب مبارتين يتأهل متصدر المجموعة أو متصدر كل مجموعة إلى نصف النهاية يبقى معانا 3 منتخبات بالإضافة إلى أفضل منتخب متواجد في المركز الثاني يبقى معانا 4 منتخبات يلعبوا نصف النهاية المباريات بتاعة بطولة غرب أسيا هتتلعب على ملاعب ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان بالنسبة لأهمية البطولة عايز أقولك أن نفس الفئة هتلعب تصفيات كأس أسيا للناشئين التصفيات المؤهلة إلى كأس أسيا للناشئين المؤهلة بدورها كأس أسيا للناشئين إلى كأس العالم للناشئين وبالنسبة للمتخب اليمن للناشئين هيغادر إلى الأردن خلاص رسميا إن شاء الله يوم الجمعة القادمة الموافق 38-2024 30 أغسطس 2024 عبر مطار الصنعاء الدولي متجها إلى الأردن للمشاركة في البطولة استعدادا للبطولة القادمة بطولة غرب أسيا منتخب اليمن للناشئين عمل معسكر على مرحلتين المرحلة الأولى كانت في مدينة لاودر بمحافظة أبيين والمرحلة الثانية كانت في مدينة الموكلة بمحافظة حضراموت شارك في المعسكرين وشارك في الاستعدادات أكتر من سابعين لاعب في بداية الأمر وطم تقليص العدد إلى 23 لاعب اللي هما القايمة النهائية اللي هتشارك في البطولة رسميا قبل ما أقولك على أسماء اللاعبين أو في المتواجدين في القائمة النهائية لمنتخب اليمن للناشئين المشاركين في بطولة غرب أسيا للناشئين نسخة رقم 11 بالأردن عايز أقولك نتائج مباريات منتخب اليمن للناشئين الودية اللي لعبها في المعسكرين الأول والتاني المتخب اليمن يلعب ضد فريق شعب حضر موت وفاز عليه 2 مقابل 1 أيضا لعب ضد أهل الأهل فوة وقدر يفوز عليه 1 مقابل أشياء أيضا لعب ضد نادي المكلة وفاز 5-1 أيضا فاز على تضامن حضر موت 6 مقابل 3 وتعادل مع وحدة المكلة 0 مقابل 0 نيجي بقى للأسماء المختارة من قبل المدير الفني سامر فضل ومساعده الكابتن علي النونو الأسماء هي وسام الأصبحي وسام الأصبحي أنس الدوح أنس الحكيمي عمر أنور أحمد ناصر أحمد الحمدي صلاح بصمرة محمد مشبح وأحمد الجليدي عبد الرحمن السعواني ويونس الدوح خالد جمال وعبد الله ردمان أيمن محمد وأرمان عبد الله عبد الله خليفة وإبراهيم الدحاني الدوماني أحمد خلال وعلي الدليو عصام الثقاف وأحمد مهيم كريم حمدي ومدين الورد دول أسماء الثلاثة وعشرين لاعب اللي هيشاركوا في بطولة غرب أسيا من قبل المنتخب اليمني للناشئين وطريقة تقديم اللاعبين على صفحة الاتحاد اليمن اللي كرة القدم كانت طريقة جميلة طريقة مبتكرة طريقة ما شاء الله حاجة محترمة جدا تقديم الأسماء للجمهور ويخله الجمهور يعرف الناس اللي هتشارك واللاعبين اللي هيشارك واللاعبين الجدد الليعبين مستقبل الكرة اليمنية مستقبل أي لاعب بيبتدي من منتخب اليمن للناشئين وبعد كده للشباب وبعد كده للأوليمبي وبعد كده للمنتخب الأول بالنسبة لجدوى المباريات منتخب اليمن للناشئين في بطولة غرب أسيا الجولة الأولى يوم الثنين 2 سبتمبر 2024 2 9 ده بالنسبة لآخر أخبار منتخب اليمن للنشئين قبل الصفر الى الاردن للمشاركة في بطولة غرب أسيا النسخة رقم 11 اللي هتقام في الاردن بالتوفيق ان شاء الله لكل منتخباتنا العربية المشاركة وبالتوفيق لهم طبعا ولمنتخب اليمن للنشئين في تصفيات كأس اسيا للناشئين المؤهلة الى كأس اسيا للناشئين بعد كده كأس اسيا المؤهل الى كأس العالم للناشئين اجتم لي توقعاتك في التعليقات لا تنسى دائما عمل لايك للفيديو اشترك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل الاحداث الرياضية في الفترة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته